وصلنا إلى فقرتنا الاقتصادية في نشاط التاسعة زميلتي آية كفوري أهلا بك آية تفضلي أهلا بك نوها أهلا بك ريهام ولن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا أطلقت وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام ٢٠٢٢ والذي يصلت الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي قم بها الدولة على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على مكتسبة التنمية رغم جائحة كورونا وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أن تقرير البنك الدولي يتضمن توصيف للاقتصاد المصري حيث يركز على الإصلاحات الهيكلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وشارك في اللقاء وزير الاتصالات عمر طلعب بهدف عرض خطة الدولة للتحول الرقمي وجهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات بالتحديد بيتاخد كأحد القطاعات الداعمة جدا في قدرة الاقتصاد على الصمود من الجائحة وده برضو دليل على أنه وده يمكن كان مرصود في التقرير أن الإصلاحات المالية والنقدية اللي خدتها الدولة المصرية وأيضا الدعوم اللي حصلت للعمالة في بداية الأزمة دي كلها كانت محفزات مهمة جدا سندت الاقتصاد وساعدت على النمو المتميز لمصر في اللجائحة ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التدريب تضاعفت 22 مرة في خلال ثلاث سنوات فقط وعدد المتدربين المستهدف هذا العام هو خمسين ضعف العدد الذي كان مستهدفا قبل ثلاثة عوام لا أكثر هذه الأرقام تدل على تركيز الدولة المصرية على الاستثمار في شبابها وتأهلهم للمنافسة في سوق العمل بفعالية واقتدار دعا وزير البترول والثلاثة المعدنية طريق الملاء القطاع الخاص لزيادة مشاركتي في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيمويات وما تحققه من قيمة مضافة حيث شهدت صناعة البتروكيمويات والأسمدة تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية ممن عكس إيجابا على ارتفاع صدراتها خلال عام 2021 إلى نحو 6 مليارات و700 مليون دولار بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق بما جعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالية صدرات مصر خلال العام جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التقطيطية للشركة المصرية القابدة للبتروكيمويات عن العام المالي 2022-2023 أكدت وزيرة التجارة والصناعين فينجا مع أن المرحلة الحالية تشهد زخما ابتصاديا غير مزبوك بين القاهرة وموسكو يرتكز على الزيادة المطردة في معدلات التبادل التجاري سنويا ومنفوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بالإضافة إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للسفير الروسي بالقاهرة جورجي بورسينكو وجاء ذلك خلال وقالت الوزيرة أن وفد حكومي مصري سيقوم بزيارة لروسيا الشهر الجاري للتحضير لمشاركة مصرية بمؤتمر سان بيترسبرغ والذي سيوقت خلال شهر يونيو المقبل ومن جنبه أكد السفير الروسي بالقاهرة أن الجنب الروسي يتطلع لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين للمضي قدما في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة سجلت قناة السويس أرقاما قياسية خلال شهر يناير الماضي من حيث أعداد السفن والحمولات ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلة الأداء المحققة خلال شهور يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وعبرت القناة 1774 سفين من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022 مقابل عبور 1594 سفين خلال شهر نفسه من عام 2021 بإجمال حمولات صافية قدرها 106 ملايين و10 ألاف طن مقابل 104 ملايين و20 ألف طن خلال شهر يناير من العام الماضي أنهت البرصة المصرية التعمل التي على تراجع جماعي للمؤشرات الجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات من المتعملين الأجانب وسط أحجام تدول منخفضة وتراجع رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747 مليار و798 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إيجي إكترس اليوم بنسبة 18 من المائة في المائة وأغلق عند 11527 نقطة أيضا تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكترسي بنسبة 38 من المائة في المائة وأغلق عند 2147 نقطة امتدت أيضا الإنخفاضات لإيجي إكس هندرد الأوصى نطاق نقفض بنسبة 26 من المائة في المائة وأغلق عند 3176 نقطة ننتقل إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 15 جنيه 66 قرشاً 17 قرشاً بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع 4 جنيهات وعشرين قرشاً إلى منطقة الخليج حيث تبينت أسواق المال بالمنطقة في حين يسجل مؤشر دبي الرئيسي أفضل أداء على مدى 10 جلسات وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع بنسبة 77 من المائة في المائة كما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 5 من المائة في المائة محاققاً مكاسبة لثالث جلسة على التوالي كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبرصة الكويت بنسبة 5 من 10 في المائة في المقابل اتراجع المؤشر الرئيسي السعودي 2 من 10 بالمائة استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بعد أن أدى ارتفاع عائدات السندات إلى الضغط على أسهم شركة التكنولوجيا وأغلق المؤشر ستوكس 6 من القياسي دون تغير يذكر وكانت أسهم التكنولوجيا مبين أضعف الأسهم أداء إذ انخفضت بنسبة 9 من 10 بالمائة كما هبطت أسهم شركة النفط والغاز بنسبة 81 من 10 بالمائة انخفض المؤشرين ستاندر اند بورز وناسداك في بورسة وول ستريت خلال تعاملات في ظل الترقق بين صدور بيانات التضقم هذا الإسبوع والتي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت رفع الفائدة الأمريكية وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 20 من المائة في المائة في المقابل تراجع ستاندر اند بورز 500 بمقدار 83 من المائة نقطة أو 9 من المائة في المائة كما خسر المؤشر نازداك المجمع 31 و24 من المائة نقطة أو 22 من المائة في المائة اتسعى العجزة التجارية في الولايات المتحدة في ديسمبر مع ارتفاع الوردات ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجزة التجارية ارتفع 81% ليصل إلى 80 مليار و700 مليون دولار في ديسمبر وقفز العجز 27% في 2021 بأكمله إلى 859 مليار و100 مليون دولار وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وجاء مقارنة تم عجز بلغة 676 مليار و700 مليون دولار في 2020 إلى هنا مشاهدين لا تنتهي جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى إلى نوط في فرهم الديبالي شكرا جزيلا لك آية شكرا جزيلا لك